اشتركوا في القناة على التوالي يأتي في المركز الثاني من عدد الالقاب نادي الزمالك ب27 لقب الحقيقة لو حضراتكم يعني دائما عارفين زي كورت القدم هاخد كورت القدم مثال لان اغلب الناس عارفة اللي هقوله ده بساعات بيجي اجيال الاجيال دي بتكون اجيال ذهبية زي كورت القدم مثلا جهاز فني تاريخي كان بقيادة الكابتن مانويل جوزي جيل كان موجود بركاته بوتريكا اسلام الشاطر واق الجمعة اسامي اتحفرت في زهن الاهلوية سنين طويلة يمكن مكسبهم والطريقة اللي كسب بيهم والفن واللعب اللي قدموه اتحفر في ازهان الاهلوية والمصريين سنوات كتير قادمة وشوفنا مبرح في الصهرة الخاصة اللي كانت مع مستر مسماني وكابتن ساد عبدالحفيز خاص هذا الجيل في كورت القدم بالاسم حتى قال لي كابتن اسلام الشاطر جيلت انت فهو يعني يمكن هو حضره من خلال الشاشات من خلال التسجيلات ولكن شئنا ما بينه هذا الجيل هيفضل مذكور يعني هنقول الى الابد نفس الكلام في الكرة الطائرة دلوقتي الجيل اللي موجود ده انا بشبهه بهذا الجيل في كرة القدم احمد صلاح عبدالله عبدالسلام قطب عادل احمد سعيد انا مش عايز انسى حد معوض كل اللاعبين دول وده لقطات طبعا من الفوز والفرحة اول مبارح اللي دخلت كل بيت اهلاو مبارح الفرحة اول مبارح وانا اقول لكم ليه اقول لكم ايه الصعاب وانا اللي خلانا فرحانين بهذا الدوري بالشكل ده الفريق ده نجح يعمل ارقام ما حصلتش قبل كده ازا ما قلت لحضراتكم رابع دوري على التوالي ويمكن موضوع رابع دوري على التوالي دي يعني يعني في بعض الشباب على السوشيال ميديا وثقوا ان دي رابع مرة تالت مرة تحصل في تاريخ النادي الاهلي في كرة الطائرة ننتهي ناخد اربعة دوري واربع عشان ناخد اربعة دوري واربع بالشكل ده بالتفوج ده بالتميز ده لأ الموضوع محتاج جهد كبير خاصة ان المنافسين بيصرفوا وبينفقوا على استقدام لعبين بشكل كبير جدا عشان اداروا يوقفوا زحف الملوك الكرة الطائرة بالشكل ده عشان نبقى تاتة وتلاتين بطولة اكيد يعني زي ما حضراتكم شايفين تاتة وتلاتين بطولة زي ما حضراتكم شايفين يعني رقم كبير جدا حتى كأس مصر عدد كبير من البطولات